وبالتزام تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي خلال 24 ساعة تمكنت الداخلية من ضبط 154 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 254 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق مدعم وسكر وأرز وأسمدة وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غذائية و30157 لتر مواد بيترونية